تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة في شكل قياسي مع يوم أمس حيث سجلت 2447 إصابة كما سجلت 11 وفاء وكان لافتاً ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية إلى إجمال الفحوصات التي أجريت في المملكة حيث بلغت النسبة 9.3% من أصل 26313 فحصة مخبرياً أجريت في مختبرات المملكة وقد سجلت العاصمة عمان أعلى عدد من الإصابات بواقع 1695 إصابة وهي نحو 70% من مجمل الإصابات وعقب الإعلان عن هذه الأرقام من عقدة اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبية في اجتماع طارئ للنظر في تطورات المنحنة الوبائية والإجراءات اللازمة